اشتركوا في القناة ونقول له أننا سيادتك على العهد وإن شاء الله سوف نسير معا نحو الخلاص من الوباءين الوباء الذي يتمثل في كورونا والوباء الذي يتمثل في الاحتلال في ظل سيادتكم وتحت رعايتكم في هذا الصباح طبعا كما جرت العادة نقدم لكم الموجز ودكتور كمال الشخرة سوف يحدثكم عن آخر الأعداد التي برزت هذا الصباح ثم نعود لكم بالأسئلة وما إلى ذلك من استفسارات فليتفضل دكتور صباح الخير لكم جميعا طبعا صباح الخير أولا من كل التواقم الصحية على كل فلسطين السيد القائد الأعلى سيد البلاد سيد الرئيس محمود عباس الذي أيضا مشكورا وشد من عزيمة الكادر الطبي في اتصاله الهاتفي ليلة أمس للإطمئنان على سير العمل في وزارة الصحة وإطمئنان على الكوادر والإطمئنان وشد العزيمة لهم وبث السلام من قبل سيادة الرئيس شخصيا لهم جميعا فردا فردا في كافة المناطق طبعا إحنا لدينا اليوم تسعة حالات جديدة وهذه الحالات موجودة في منطقة بدو وقطنة للأسف الشديد وهم عبارة عن عائلتين كاملات يعني نحن لدينا في الوقت الحالي منطقة بدو وقطنة وجديرة وتقريبا ستكون بيتونيا هي مناطق موبوءة كاملة فنتمنى على الله أن المواطنين في هذه المناطق أن لا يتوجولوا حتى داخل المنطقة يعني كان هناك سؤال من أحد الصحفيين مبارح أنه إحنا طاقم الطبي غير متوفر في منطقة بدو أو في منطقة قطنة نعم غير محبب أن يكون موجود في المنطقة إلا للحالات الطارئة جدا حتى لا يتمكن المواطنين من التجول من مكان إلى آخر حسب الإحصائيات الموجودة لدينا حتى الآن والدراسة التي نقوم بها كوزارة صحة على العشوائيات لدينا جزء بسيط لا نريد الإعلان عنه حاليا ولكن هناك لدينا مصابين من الذين أدرجت أسماءهم ليلة أمس والبارحة مساء وصباحا من الحالات التي أخذت بشكل عشوائي من العينات العشوائية على مستوى الضفة من أقصى يطا إلى أقصى جنين وفي المحافظات الجنوبية أيضا هناك لدينا اتصال مباشر معهم ومحافظة القدس حتى نعمل هذه الدراسة بشكل كامل هل إذا ما أخذت هذه العينات بشكل عشوائي سيكون لدينا عينات إيجابية أم لا طبعا نحن لدينا عينات إيجابية وسنقوم بها بتفسيرها بشكل علمي ورسمي في الأيام القادمة نحن تحدثنا البارحة مع الطاقم الإسرائيلي الذي نجتمع معه بخصوص أزمة كورونا وعند الحديث لديهم تضح أنهم لم يقوموا للأسف لغاية اللحظة حتى بعمل فحوصات للتواقم الموجودة بهذه المصانع وأخذوا بالتوصية من قبل الطاقم الفلسطيني بعمل فحوصات كاملة لهم حتى نستطيع إذا ما كان هناك عمل دراسة خاصة بهذا الموضوع ولماذا تفشى المرض في المصنعين بشكل كبير وتفشى لدى العائلات بشكل كبير وبشكل سريع يعني الطواقم الموجودة لدينا في وزارة الصحة تعمل على هذا حتى نتمكن من الإثبات العلمي وإن شاء الله أيضا خلال أيام سنقوم بعمل هذه الدراسة وإطلاع على الإعلام حتى تكون هناك بشكل رسمي أيضا لدينا حتى اللحظة جميع المصابين بحالة جيدة ما عدا للأسف عنا أربع حالات حالتين بهوغوشافيز وحالتين بمنطقة بيت لحم دخلوا العناية وهذا يعني هم يدخلون ويخرجونها لكن حالتهم أصبحت صباحا اليوم مستقرة ولكن موجودين حتى اللحظة في قسم العناية لدينا أيضا أخبار مطمئنة أجريت بعض الفحوصات على الموجودين في المركز الوطني ومركز هوغوشافيز من الذين لهم فترة طويلة وطول كرم أيضا وجرينا الفحوصات الثانية لحت هذه اللحظة لدينا تقريبا 12 مريض بإذن الله إذا ما كانت العينة الثالثة أيضا سلبية سيتم الإعلام بشكل رسمي عن إخلاءهم إلى منازلهم للحجر البيتي وهذا أيضا تعافي 12 مريض جديد لدينا في فلسطين سيكون كثير إنجاز لدولة فلسطين لطواقمها تعمل ليلة نهار بدعمها من السيد الرئيس ودولة رئيس الوزراء ووزارة الصحة هذا إنجاز إحنا إن شاء الله أنه طبعا نطمنكم عليهم خلال اليومين القادمين بعد إنجاز آخر فحوصات ستجرى لهم طبعا بما يخص طباس المركز يعمل والطواقم موجودة فيه ولكن لا يوجد لدينا مرضى إن شاء الله أنه بيكون لدينا مرضى إذا لا يعمل المقصود أقسام الأي سيو والأقسام العادية لا تعمل لأنه لا يوجد لدينا مرضى في طباس والحمد لله على ذلك الطواقم تعمل ومركز الفرز يعمل وإذا ما هناك عنا طواقم عنا أصلا التلفونات بيكون موجودة على تلفزيون فلسطين ممكن الاتصال فيها يعني إذا ما حدا يحتاج أنه يتوجه إلى هذه المراكز لأخذ العينات اللازمة يعني وغير هيك كل مراكزنا تعمل بالعكس طواقمنا أصلا خلال هذه الأيام بدون يعذرون الناس أنه طواقمنا تعمل على الحواجز الإسرائيلية وليس في المحافظات نحن نتوجه إلى جميع الحواجز الإسرائيلية أينما وجدت حتى نتمكن من المساعدة وأخذ العينات على نفس المكان والدليل على ذلك من بين العينات التي صدرت مبارح من منطقة القوة منطقة بيت لحم هي أخذت عينة عشوائية على المعبر نفسه وعندما وصل لمنطقة الضفة قالوا له إحنا خلينا نأخذ لك العينة وعندما أخذت العينة مساء تضح أنه هو مريض وتم إحالته طبعا إلى المركز الصحي للعلاج طبعا أنا خلينا بلش من الأخير أبداحكي بالجانب الطبي أنه منطقة بتعوى نعم تم أخذ عينات ولغاية اللحظة هي أخذت العينات البارحة صراحة لأنه يعني منطقة الخليل كما تعلمون أنها منطقة متسعة وكبيرة فتأخذ العينات من أجزاء أجزاء وأخذت بارح العينات من منطقة إذنى وترقوم المحادية للجدار والمحادية للحجز الإسرائيلي وتم أخذ العينات منها وستصدر خلال النهار اليوم إن شاء الله بما يخص الرام نحن طواقمنا موجودة طواقم موجودة لأسحب العينات وليس للعلاج طبعا الطواقم موجودة بإمكان أي واحد يصل يعني يدق على المركز بفتحوله بخذوله العينة إذا أجو من بره لا يوجد علاج مسائي يعني درش واحد واحد راسه بوجعه واحد عنده مغغس واحد هذا يروح توجه الأفضل أنه يتوجه للمستشفى الطواقم موجودة تعمل على المعبر وتعمل على نفس الرام في مركز مسقط لأخذ العينات والمسحات لمن يلجأ إلينا أو للمرضى الموجودين الذين عادوا من داخل الخط الأخضر بما يخص منطقة طول كرم العينة لم يتم فيها أي غلط ولكن أخذت قبل يوم وثاني يوم المريض راجع على أنه أصلا كان معطي تاريخ المرضي غلط شوي يعني خلينا نقول إحنا ما أعطى وصف صحيح وين بيشتغل مع مين خالط ابنه كان مع مين بخالط ابنه مع مين تعامل في خلال الملحمة اللي بيشتغل فيها ولكن وصل إلى طواقم الطبية وهذا كثير يعني إحنا موجود أمام أغلب المستشفيات في الضفة الغربية الخيام موجودة ولكن عندما يأتي المريض غير مخالط وغير يعني إذا هو ما أحكى من نفسه أنه لا بالعكس ويعني منطقة برطعة أصلا هي منطقة فلسطينية داخل الجدار تخضع للحكم الإسرائيلي ولكن هي فلسطينية ومواطنيها يحمل الهوية الفلسطينية ولكن نحن لا نعلم ما يحدث في داخل الجدار فلذلك يعني كل ما حدث في هذا الموضوع أنه أخذت العينة تأخر أصلا المريض لأنه راجع أكثر من جهة تأخر لوصوله للمستشفى ولكن كانت العينة في وقتها ثاني يوم طلعت العينة وكانت موزيتف ولكن إحنا احترازيا صراحة يعني قلينا نقول الطبيب المعالج لهذا المريض تعامل مع أكثر من شخص وفترة العزل في داخل المستشفى ستكون لمدة محددة فقط حتى يتم التأكد أنه لا يوجد أي وباء لا يوجد أي مرضى جدد لا يوجد أي حامل للفيروس في هذا المنطقة الخيام موجودة ولكن هل تقنع كل من يأتي إلى المستشفى أنه يتوجه إلى الخيام وما يتوجهش للطوارئ وأمثلة كثيرة كانت سواء في بيت لحم أو في منطقة رمالة للأسف لا هو يتوجه إلى منطقة الطوارئ ويشكو من أشياء ليس لها أي داعي أو تداخل بقصة فيروس كورونا وبعد أخذ التاريخ الطبي والعينات الأخرى تتم اكتشاف أن هناك مرض طبعا أنا إن شاء الله يكون هذا البديل البديل لدينا مستشفى الزكاة في منطقة طول كرم ولدينا المستشفى رفيديا ولدينا أيضا مستشفى الهلال الموجود حاليا اللي ممكن أن نستخدمه لدينا مديرية الصحة أصلا يعني ممكن نستقبل المرضى بحالات الطوارئ في مديرية الصحة التي هي أصلا بجانب المستشفى ولكن هي منعزلة لدينا مستشفى الزكاة ولدينا مستشفى الرفيدي والوطني في نابلس وإذا كانت هناك أي مساعدة نستطيع أن نقدمها لهؤلاء المرضى أو عمليات سيتم إجراءها سيتم التنصيق طبعا من قبل المحافظة ومديرية الصحة لنقلهم إلى مستشفى الرفيدي لعمل الإجراءات اللازمة ولكن أنا كمان مر أنا بوجه نداء عبر تلفزيون فلسطين وعبر التلفزيونات كلها وعبر الإذاعات وعبر كل وسائل الإعلام على الجميع الالتزام نحن لدينا ثلاث مناطق يكفي أن تأخذ مثل لكل فلسطين منطقة بدو ومنطقة قطنة ومنطقة تجديرة هي مناطق انتشر فيها الوباء بشكل كبير ينتشر فيها للعائلات وصل إلى إلى الحد الأكبر خلينا نقول وإلى مرحلة الخطر اللي إحنا كنا نحكي فيها اللي بنتمنى إحنا ما ندخل فيها وإحنا حكينا إحنا إذا ما التزم المواطن معنا إحنا كفلسطينيين وكابناء فلسطين حتى أن نصارع هذا الفيروس لن يكون هناك توقف له سيكون هناك انتشار له نحن توقمنا ووزارة الصحة بإدارة معالي الوزيرة تقوم بعمل لازم في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية وأبناء القدس بما نستطيع وإن شاء الله نحن نكون نقدم الخدمة على أكمل وجه وإذا ما التزم معنا كافة العمال القادمين إلينا في الوقت الحالي سيكون هناك عندنا وباء كبير طبعا فيه شغلة كمان بسيطة اللي هي أنه كل القادمين من الأردن طلعت عيناتهم كانت نيكيتف وتم إخلاءهم إلى منازلهم كاملة بالحجر البيت كاملة ونتمنى كمان مرة أنه الالتزام بقرارات سيئة الرئيس ودولة رئيس الوزراء ووزارة الصحة الحجر البيتي الكامل وليس فقط نحن نحن نحكي أنه لا أنت خليك في البيت ولا أجزم بيت ولا الحجر البيتي الكامل ويجب أن يكون هناك مسألة قانونية بهذا بهذا الشكل حتى يتم الحجر لمصلحتنا ومصلحته ومصلحت أهله وشكرا لكم بس خليني أجاوب أنا عن أسئلة بدي أعطيكم بعض المعطيات أنا طبعا هي من أخوتنا في وزارة الصحة بدي أعطيكم معطيات بخصوص الأعمار لأنه إحنا بصراحة في الإصابات الأخيرة هذه كما تفضل الدكتور كمال هي إصابات عائلية يعني كان فيها عدد من الأطفال زاد عدد الأطفال عندنا في موضوع الإصابات وصلنا لأربعين طفل مصابين الآن بفيروس كورونا جراء التزاور والزيارات كمان يعني عنا فوق الستين سنة ثلاثة وعشرين مصاب يعني بيضل عنا مية وثلاثة وثمانين من مجموعة طبعا مجموعة الإصابات اليوم بوصل إلى ميتين وستة واربعين مية وثلاثة وثمانين شاب اللي هما بين بين ثمانتعش وتسعة وخمسين سنة فهذه بتدلل أنه موضوعة التزاور اللي كان بأكد عليه الدكتور كمال احنا كمان بنأكد عليه لأنه واضح أنه بنروح باتجاه أعداد إصابات أكبر للأطفال وإحنا بنعرف أن الخطورة تتمثل للكبار بالسن والأطفال بالذات بنأكد ونحرص على هذه المجموعة طبعا وكما ذكر الدكتور كمال احنا وصلنا لتسعة وتسعين حالة في محيط القدس يعني في بدو قطنة تسعة وتسعين حالة في رمالة والبيرة ثمانية وخمسين حالة في الخليل لدينا ثلاثة عشر حالة في نابلس خمس حالات طول كرم خمس حالات بيتلحم اثنين وخمسين محفظات الجنوبية اثناش وجنين واحد فإحنا بنأكد على هذه الأرقام أنه كدش بتخوف موضوع لعدم الالتزام والتزاور بنأكد أنه تزاور مش بس أنه أنت ما تطلعش من البيت أنه التزاور بالنسبة للناس اللي بيختلطوا مع العمال وإحنا كمان منوجه نداء للعمال بأنهم هما يتوجهوا لمراكز الفحص ويعزلوا أنفسهم في بيوتهم إذا مرحوش لمراكز الفحص ويخذوا إجراءات الوقاية اللي أوصت فيها وزارة الصحة منذ البداية فهذا ضروري جدا وضروري أقول لكم أنه طبعا وصلني صباح اليوم من المهندس مازن غنيم بخصوص موضوع المياه بما أنه إحنا بدأنا في مرحلة ارتفاع درجات الحرارة فهو بطمننا جميعا على الإجراءات اللي بتقوم فيها سلطة المياه يعني مشكورين الطاقم هناك كامل الطاقم يعمل لدى سلطة المياه من أجل توفير المياه بشكل دائم بحاولوا يتواصلوا مع كافة الأطراف وبتفقدوا كل الأبار اللي موجودة عنا ونقاط المياه حتى لا يحدث فيها خلل وكمان يقومون بالتعقيم بشكل دائم ودوري بجاوب على سؤالك فراس احنا طبعا في صندوق وقفة عز اللي أعلن عنه دولة رئيس الوزراء رح تكون هناك إجراءات الإجراءات هذه رح تتم أيضا بالتنسيق مع وزارة تنمية الاجتماعية لأنه بتعرف وزارة تنمية الاجتماعية عندها قوائم بخصوص الأسماء والناس المحتاجين وأنا بوجه لهم تحية هون لأنهم هم جنود مجهولين بصراحة عندهم مراكز إيواء كبيرة فيها حالات يعني ألاف الحالات وبشتغل فيها مئات من الموظفين فبوجههم كمان تحية من هون وزارة تنمية الاجتماعية رح يكون هناك دراسات لهذا الموضوع وبناء عليه رح تتصرف الحكومة بالتنسيق مع صندوق وقفة عز بالنسبة للتاكسيات ما فهمت الشؤال لك أحاول التاكسيات نعم نعم موضوع اللجان أوكي هل ما صار فيه تجاوزات اللجان مرجعيتها المحافظين والأجهزة الأمنية هذه واضحة لأنه كل محافظ في منطقته هو يرأس اللجنة اللجنة الطوارئ الموجودة في محافظته لذلك فاللجان مرجعيتها أساسا القانون فيش حدا أعلم القانون القانون اللي أعلم فخامة السيد الرئيس القائد الأعلى بموضوعة الطوارئ أي واحد بخالف حتى وإن كان من اللجان يعرض نفسه للمسائلة القانونية وإحنا أصدرنا فيها خبر من وزارة الداخلية قلنا بأن اللجان مرجعيتها أساسا المحافظين بداية ليرأس اللجان الطوارئ والمحافظين كلهم لديه مدراء أجهزة أمنية في محافظته ولذلك يتم التنسيق معهم من خلال الأجهزة الأمنية وبهذا الشكل بيصير التجاوزات بس أنا بعتقد أنه هاي التجاوزات ناتجة عن ارتجال أحيانا عند بعض الشباب الصغار تأخذهم الحمية خلينا نحكي فبدناش تأخذهم الحمية وإحنا عم ننبه عليهم والمحافظين قايمين بواجبهم بنحييهم ونشكرهم شكرا بخصوص الطلاب موضوع مهم لأنه في كثير مناشدات توصلنا طبعا أنا بدي أحكي هنا أنه في خلية أزمة شكلها دولة رئيس الوزراء وزير الداخلية منذ 23 شباط الماضي خلية الأزمة هذه المقرر فيها هو مساعد الأمني لوزير الداخلية اللواء الدكتور محمد الجبريني خلية الأزمة هذه طبعا بضضم وزارة السياحة ووزارة الخارجية وأيضا وزارة الداخلية إضافة للشؤون المدنية ووزارة الصحة وأحنا درسنا كل الملفات وما زالت هذه الخلية تتابع يعني أنا بوجههم تحية لأنه طواقم وزارة الوزرات في السياحة وفي الخارجية في كل وزارات بشتغلوا على مدار الساعة وأيضا هم تابعوا كمان عودة يعني مواطنين اللي كانوا محجورين في الأردن بشكل حثيث مع أخواننا في الشؤون المدنية ومع المعابر في متابعة كبيرة ولكن أنت بتعرف أن المعابر كلها مسكرة والحدود إجمالا ما فيش مجال لتنقل لا من خلال الأردن ولا من خلال إسرائيل إلا عبر تنسيق مع يعني الدول هاي وزارة الخارجية شكلت لجان في السفرات أكيد ووزير الخارجية كان لتصريح على صوت فلسطين هذا الصباح بأنه فيه متابعة يعني حثيثة من قبل السفراء الآن بعض الدول بصراحة اللي بتجينا منها الشكاوى هي دول فيها أعداد كبيرة من الطلاب ومن الجالية فهذه الأعداد الكبيرة راح تسبب أنه أكيد يعني أزم شوي حتى في مسألة إذا بدنا نرتب عودتهم بدها يعني ارتبات كبيرة وإجراءات كبيرة مع كل الأطراف لأنه احنا ما عندنا مطارات مثلا أنه نسير طيرات نجيب جالياتنا وبالتالي لو كانت هذه متوفرة أنا متأكد كان فخامة السيد الرئيس مباشرة وجه طيراتنا لكل مكان وجاب كل الجالية اللي برا أنه يكونوا الناس يعني موجودين عند أهليهم ولكن للأسف احنا ما عندناش يعني الحدود المباشرة مع الدول وما عندناش كمان مطارات ومعابر خاصة لذلك هذه المشكلة بتكون أزمة بدهم يصبروا شوي وبدنا كمان نتحمل هم يأخذوا إجراءات الوقاية في البلدان اللي هم موجودين فيها ويتحملوا لحد ما هي أزمة دولية وبالتالي الجميع يعاني منها والجميع بواجه صعوبات فيها بخصوص اللي صار مبارح في المستوطنة المقامة على أراضي جبل الطويل في سطح مرحبة في البيرة الواقع أنه فعلا تم إطفاء تقريبا أضواء المستوطنة وتم يعني تهريب مجموعة من العمال وقامت الأجهزة الأمنية بإجراءاتها من أجل يعني التعامل مع العمال القادمين حتى يعني يتواصلوا معهم ونكون قادرين على معرفتهم معرفة أماكن سكنهم للتأكد من الززامهم بالحجر المنزلي يعني إحنا بنقول للعمال أنت مش متهم ما فيش داعي أنك تهرب يعني الأجهزة الأمنية مش موجودة يعني بدها تعمل أي إجراء ضدك لا هي بدها تعمل إجراء مشانك ومشان مصلحتك هي بدها بس تأخذ عنوانك وتكون قادرة على أنها تعرف أنت وين موجود حتى تضمن التزامك بالحجر المنزلي هذا هو الإجراء الموجود ولكن الإشكالية اللي بتسير أنه بعض العمال بفكر حاله إذا هرب وراح لمنطقته يعني ودخل داره معناته كل شيء تمام المنطقة كلها صار فيها 99 حال يعني عامل واحد أو عاملين ممكن أنه كل المنطقة لأنه احنا متناسبين في كافة القرى والمناطق بالتالي التناسب هذا الموجود في كافة القرى والمناطق معناته أنه في تزاور والتزاور كعب يعملنا إشكالية هذا اللي بنأكد عليه بنأكد على أنه عمالنا بالعكس هم لازم يروحوا باتجاه المراكز هذه إذا ما فحصوا هم مش رح يقولولهم أنه بخضوا عنوانك وبقولولك التزم بالحجر المنزلي وهذا هو الأساس في الموضوع أوكي شكرا هذا سؤال مهم لأنه الجميع بيسألوا فعلا أنه باتجاه أنه نروح لتقييد كامل للحركة بدناش نستخدم مصطلح حظر التجول لأنه احنا ضده احنا منقول تقييد كامل للحركة ما بدنا نمشي لتجاه تقييد كامل للحركة المسألة متروكة منذ البداية أعلنها دولة رئيس الوزراء اللي برأس اللجنة الطوارئ العليا أنه المسألة بيد السادة المحافظين كل محافظ هو يرأس لجنة الطوارئ في محافظته مع مدراء الأجهزة الأمنية في تلك المحافظة وبالتالي يقرر مثلا احنا شفنا أنه عطوفة محافظ محافظة رمالة والبيرة دكتورة ليلى غنام أمس يعني أغلقت بتونيا وقامت بدراسة كافة الإجراءات اللازمة من أجل هذا الإغلاق وقيدت الحركة في كامل بتونيا لذلك كل محافظ حسب يعني تصاعد الأعداد وحسب الأحداث كيف بتصير هو يعني يقرر بالتنسيق طبعا مع لجنة الطوارئ العليا اللي برأس دولة رئيس الوزراء فالآن ما في أي إجراءات الإجراءات مرتبطة بالأرقام مرتبطة بالتزام الناس إحنا ما بنتمنى أن نروح للتقييد الكامل للحركة إحنا بنقول للناس أنه التزموا على أساس أنه نكون قادرين أنه نضبط الوضع الصحي في البلد وبالتالي نستطيع أنه نخرج من هذه الأزمة بأقل الخسائر إن شاء الله بخصوص موضوع قطلنا طبعا دكتور غسان هو بحكي من واجهة أمنية بس إحنا لا إحنا كوزارة صحة ياريت نقدر نطبط الناس أنه ما حدا يطلع من بيته ياريت يعني إحنا كانت توصية لأن إحنا من قبل هذه اللجنة بإغلاق المناطق الثلاث هاي بشكل كامل سيتم يعني أنا توقع أنه معالي وزيرة بتناقش الموضوع حاليا مع دولة رئيس الوزراء بالاجتماع ونتمنى أنه طبعا تصدر توصيات بهذا الخصوص اللي بتهم وطبعا أكيد راح تكون كلها توصيات بمصطحة المواطن بخصوص مستشفى الزكاة طبعا هناك لجنة شكلت أيضا اليوم صباحا وهي الآن متواجدة في منطقة طول كرم لحل هذه الإشكالية حتى يتم الإعلان الرسمي للمواطنين حاليا يستقبلون الزكاة كأنه مستشفى حكومي نحن نتحمل ذلك كوزارة صحة لحين إعلان الشئ الرسمي من قبل اللجنة وسيتم مصدره بشكل رسمي ببيان رسمي من قبل معالي وزيرة الصحة بخصوص انحصار المرض يعني نحن نتحدث كلنا بقصة أنه زيارة ولا مش زيارة ولا الخروج من البيت وعدم الخروج ببيت أولا نحن ننتظر قدوم آخر عامل من دخل إسرائيل هذا واحد تنين إذا ما تكررت الأحداث التي صارت مبارح والتي أحكي عنها الدكتور أسان حاليا أنه يتهرب العمال ويتهرب ونحن لا نستطيع نحدد ولا يوم يمتى نحصل هذا المرض نحن نحصل المرض فقط إذا نحن أغلقت الحدود بشكل كامل وهذا أتوقع أنه شوية سيكون صعب لأن الإسرائيلي صراحة من الواقع والواضح غير معنيين أنه تغلق هذه الحواجز حتى يتم حصر كامل لهذا المرض نحن تحدثنا أنه لغاية يوم الأربعاء سيكون هناك عودة العمال لا أدري كيف أنهم بنزلوا مع المفروض أن يكون فيه عياد عندهم ولكن عند عودة العمال سيتم خلال عشرة أيام من آخر يوم حضروا دراسة الملفات على مستوى الضفة كاملة وعلى مستوى محافظة شمالية أو جنوبية أو القدس سندرس كل منطقة وين فيها عمال حتى ندعيد الكرة مرة أخرى بعد عودتهم بشكل كامل أخذ عينات أيضا للمناطق حتى نقارب الأمر إذا ما كان هناك حالات جديدة هذا سيؤدي إلى حدوث حالات أكبر وإن شاء الله أنه بيطلعش معنا حالات جديدة ولكن السبب الأساسي حتى نحاصر هذا المرض الالتزام بالحجر الصحي الحجر البيتي الإلزامي لكل مواطن قادم من الخارج طبعا وهم قللين جدا المعابر مسكرة الحدود مسكرة والذين يحضرون من داخل إسرائيل العمال التي تحضر من داخل إسرائيل هاي واجب عليها الالتزام حتى تحمينا وتحمي أهلها وتحمي عيلتها وتحمي ولادها يجب عليها الالتزام بالحجر الصحي ومن بعد ذلك يعني ممكن إحنا نقول إيه ممكن يروح لأنه كل دول العالم لا تستطيع حصر المرض لحتى اللحظة ولكن إحنا توقعنا أن يكون هناك الالتزام وللأسف لا يوجد الالتزام كبير من قبل العمال نحن كما تحدث الدكتور نحن لا نريد نعاقب أحد ولا أنه نتهم أحد ولا إحنا نساعدهم والأمن يعمل على راحلتهم وعلى مساعدتهم أيضا حتى نتمكن نحن سوية في خلية النحل وزارة الصحة والأجهزة الأمنية والمحافظين نعمل جميعا من أجل الراحة للمواطن حتى نتمكن من معرفة إذا ما كان هناك مصاب وغير مصاب إذا ما كان هناك مصاب شو الطريقة الممكن نستخدمها إذا كان هناك حجر شو الطريقة اللي ممكن نستخدمها فنتمنى على كل عماننا إخوتنا أحبائنا وأبائنا وأجدادنا منهم نتمنى عليهم الالتزام حتى نتمكن نحن أيضا من أن نظهر على الملصة إحنا والدكتور ونقول لكم الحمد لله اليوم فشعنا مرضى إحنا بنتمنى منهم الالتزام وشكرا